موسيقى صباح كنا بألف خير عبر شاشة تلفزيون مستقبل من عالم الصباح لليوم الخميس عشرين أب الفين وخمستعشر لبنان دايما بأكشن مستمر مشان هيك احنا منحبه يمكن للبنان ما بقى عم نعرف قديش بدنا نحبه قديش الدوز يلي بعد فينا نتحمله إنما أكيد دايما أملنا كبير أنه القيامات المقبلة تحمل دايما حلول تحمل دايما أشياء أفضل لحتى اللبناني يلي معروف قديش هو بيقدر أنه يتحمل يضل موجود بهالأرض الطيبة نحن بعالم الصباح لحنا نترافق اليوم لغاية الساعة 12 ونص بتوقيت بيروت من بعدها أكيد رح مكون نحن وياكم بالنقل المباشر لوقاع جلسات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان اليوم مشاف فريد رح بيكون موجود معنا ضمن فقرات ورشة ملاح صباح الخير صباح وكيفك؟ كيفك اليوم؟ عم بالله ماذا الحال؟ عم بحكي عن الأكشن لأنه أكيد أخبار بلبنان ما بتخلص دايما على كل المجالات إنما اليوم في عنا مواضيع عديدة رح نحكي فيها طبعا عنا كتير من الفقرات وأكيد رح نرجع لعندك بعد شوي لحتى نعرف تفاصيل أكتر شو رح نحضر سوا بخلال هنهار من عالم الصباح بانتزار إذن بما أنه حكينا خلينا نشوف سوا كيف رح بيكمل نهارنا بحالة اليوم من عالم الصباح منتابع الأبراج مع كارمن أهمية الرضا على الأم والطفل مع روة بعصحت السلامة نصائح لاختيار بدلة العريس مع لمة بشوفي خصائص الحدائق الإنجليزية مع كيندا بأرض وورد تصاميم عصرية ومميزة مع مارينا بفارق العالمة ديوفنا بعرفونا على أجدد نشاطات جمعية سيزوبال ورشة ملح مع الشيف فريد على طاجن مغربي بتجيش موضوع التواصل معكم مشاهديننا هو محطة كتير مهمة يومية بعالم الصباح لحتى نعرف شو هي المواضيع يلي حابين أنه نحكي عنا شو هي أسئلتكم واليوم بالتحديد كمان كل اللي حابين يتواصلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك السؤال بيقول أمتين بتقرروا وبتاخدوا القرار خلاص النهائي أنه لازم تغيروا شغلكون هلأ بعرف الإجابات بلشت توصل أنه تنلاقي شغل يلي عنده شغل اليوم وحابين يعطيني أكثر هالموضوع أمتين بتقرروا أنه هذا الشغل بناسبنا أو ما بناسبنا خلاص لازم غير لازم روح على شي جديد أو شي مختلف أكيد أنا بانتظار كل أجوبتكم إنما بهالوقت ننتقل سواء لحتى نكون مع أول محطة دايما من قلع فيها بعالم الصباح ننتقل عند كارمن ونسمع كل الحظوظ لكل الأبراج لليوم صبحكم الخير يوم الخميس عشرين أب أغسطس اليوم الأمر منافقنا من برش الميزان الهوائي لليوم التالت على التوالي لكن فقط حتى ساعة 12 ونص الظهر بتوقيت بيروت من بعد الأمر يوصل لبرش العقرب يعني فينا نقول إنه نهارنا مقصوم إلى قسمين خلونا نشوف كيف رح بتكون الأبراج بداية طبعا مع برش الحمل بالنسبة لألك اليوم مولو برش الحمل يمكن إنهارك بعض الظهر بيصير أفضل قبل الظهر في بعض المعاكسات وفي وجعة راس بعض الظهر بتصير أفضل ونجاحك بيصير أقوى وبعد المولود الأكثر تعبا 10-11 نيسان أبريل ننتقل لبرش الثور مولو برش الثور ابتداء من 12 ونص الظهر بتوقيت بيروت توصل هالعاصف الفلكي اللي عندك ويصير فيه ضغط أكتر الجو بيصير مشحوم بالتوتر وبالمشاحنات بعيد على المشاكل سفر سنة خاصة مع أقرب الناس لألك بيبقى المولود الأكثر توتر أن اليوم بعد الظهر والمساء هنه موليد شهر نيسان أبريل نكمل مع برش الشوساء بالنسبة لبرش الشوساء الأجواء حلوة بيعتبرها حلوة كل هيدا نهار قبل الظهر وبعد الظهر والمساء مع أنه بفضل لألك لكل المعاملات لكل الأمور المهمة أنه تصير قبل 12 ونص بعد 12 ونص في شوية ضغط في شوية تركض من المستحسن أن يكون فيه أجندة واضحة 11-13-13 حزيران يونيو قال أكثر حظا ما نكمل مع برش السرطان بالنسبة لبرش السرطان فيك تحضر حالك وتكثر موعيدك وأعمالك ومشاريعك لبعض الظهر للمساء واليومين المقبلين لأنه بنتظارك انفراجات كتير كبيرة من هلا إلى 12 ونص حاول ما تزعل حدا وحاول ما تعمل مشكل 20-22 تموز يوليو الأكثر حظا مننتقل لبرش الأسد بالنسبة لبرش الأسد نجاحك واضح وسهل وهين وبتقدر توصلوا من هلا إلى 12 ونص هلا ما معناتها أنه بقيت النهار فاشل بالعكس تماما في مجال للتقدم في مجال لأحداث تغيير بحياتك لكن هالمرة التغيير رح بيكون مركز أكتر على مسائل شخصية أو عائلية حاول أنه ما كتير تسبب صدمة نقول بهالتغييرات اللي بدك تقوم فيها بحياتك الشخصية وإذا كنت من موليد 27 إلى 31 تموز يوليو بعد عن السرعة والمجازة فيه كليا منكمل مع برش العذراء بالنسبة لبرش العذراء بنسبك انتقال الأمر من برش الميزين لبرش العقرب ليش؟ لأنه رح يعطيك حماسة أكتر رح يعطيك سرعة الخاطر أكتر ورح يخليك تكون شوي زكي أكتر باستيعاب الأمور وحتى بإنقاذ نفسك من بعض المواقف المحرجي تكترم شريعك بعد الظهر 23 إلى 25 أب أوسطس بعدك الأكثر حظا منكمل مع برش الميزين بالنسبة لبرش الميزين لا خوف عليك اليوم ولا بكرة ولا بعد بكرة نجمك بعده قوي المجالات كتير مفتوحة قدامك لحتى تحقق تقدم وفيه حتى نوع من ربح بانتظارك هالمكسب فيكون مادة وفيكون معنوي 23 إلى 26 أيلول سبتمبر عندك ظرف إيجيبي أو سلبي منكمل مع برش العقرب مولو برش العقرب الظروف كانت شوي صعبة بهذا الشهر بارح أول تم بارح من هلأ إلى 12.5 الأجواء يمكن مخيبة للأمل على 12.5 بيوصل أمر لبرشك وعند إذن وفقط عند إذن بيبلش مولو برش العقرب ترتاح شوي بتبلش ترتاح شوي بتبلش تشوف نتائج من هلأ 12.5 حاول ما تاخد أي قرار مهم الأقل حظا 20 إلى 21 نوفمبر كل النهار وبكرة وبعد بكرة فما تستعجله ننتقل لبرش القوس بالنسبة لبرش القوس نصيحة لمولو برش القوس أنه يعجله شوي من هلأ إلى 12 ونص عندك شي ساعة سعبتين لتخلص شغلك لتنهي أعمالك لمهمة وبعدين شو تتعمل تقعد ترتاح خد إيجازي اليوم بعد بكرة بكرة وبعد بكرة لأن الأجواء رح بتكون كتير بطيئة النمط رح بيكون كتير بطيئ لدرجة أنه معقولة يضيق لك خلقك يبقى المولود الأكثر حظا 14-15 ديسمبر ميكمل مع برش الشدي بالنسبة لبرش الشدي ما تزعل حدا ما تزعل من حدا ما بتحرس لأنه على 12.5 بتولع بتتغير نفسيتك نظرتك للأمور بتصير منطئية أكتر ويمكن تندم على بعض التصرفات المتسرعة بعض الظهر والمساء بتنبسط بترتاح وبتحتفل مع أصدقاء وبالتالي ما في لزوم اليوم تنزع جوك أو تنبدنك الأكثر حظنا 22-24 ديسمبر ميكمل مع برش الدلو مولو برش الدلو الأجواء عندك اليوم فينا نقول أنه شوي غريبة ليش؟ قبل الظهر حلو قبل الظهر بيساعد قبل الظهر بيدعم قبل الظهر بيعطيك تقريبا الشرط أنك تكون عم تشتغله ابتداء من 12 نص الظهر بتتغير الأمور وفجأة هالسماء الصافية بتتغير وبصير في عنا غيوم ملبدة الأجواء بتصير صعبة ويمكن ينطلب منك ميشن أو مهمة شوي صعبة عليك أو يمكن حتى تحس حالك أنك في موقف مربك الأكثر تعبا 27 28 كنونة 2 يناير ميكمل مع برش الحوت مولو برش الحوت وأخيرا فيه انفراج حلو بالنسبة لألك وأخيرا بتحس أنه حدا عم بيسمعك حدا عم بيقدرك حدا عاريك عم بيقراك الأجواء بعد الظهر والمساء نوعا ما تبشر بتقدم بتطور بسفرة برحلة وبتغيير جو هيدا الشيء المهم روج لأفكارك ما تستحي 19 إلى 21 شبهات فبراير الأكثر حظا بختم مع مولود اليوم بالنسبة لمولود اليوم بانتظارك سنة كثير مرتبة سنة نشيطة متعددة التوجهات بيبقى عليك أنت تركز على الأمر يلي بهمك وتعطي يلي لازم تعطيه أجواء حلوة معقولة تحمل تغيير أو تقدم أو تنوى مثل ما عم نقول بالشغل أو بموضوع الدراسي أبقى وسطس ديسمبر كانون الأول نيسان عبريل هني أفضل الأشهر إلى اللقاء بكرة أبراج جديد باي باي شكرا لأليك كارمن نحن وياكم مشاهديننا مثل العادة كمان رح ناخد بريك صغير مع بداية عالم الصباح من بعدها بتنضم لألنا روا منكون مع مواضيعنا بعصحة السلامة الموضوع رح بيكون موجه لكل الإمات الجديد موضوع الرضاع شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة